بان شاء هنتكلم من الهاردة على الحركة في خطه المستقيم. الحركة في خطه المستقيم عشان اعرف اي حركة او لاјة توصيفه كهانين بعرف عن الجسم تارت حاجات. اللي هو الاول حاجة اللي هو الموضع اللي هو الاكس داخله في الزمن او اس. وبعرف عنه كمان السرعة وبعرف عنه كمان العجل. يب milit largeزي prochان انا كيه عرفت لو عرف تارت حاجات عن الجسم بعرفت كل حاجة عن الجسم. عشان اجيب الاكس KTUX apare ايه على كتب السرعة تقول لي ان V دايما انت يعرف ان V تساوي dx على dt trzy طيب والاكتوريشن على كتب السرعة تقول ان A تساوي dv على dt او vdv على مين dx طيب كوايس او دلوقتي تواجه في مساء يجين LX ويطلب مني السرعة như D position ويطلب مني السرعة افاضل اعمل هنا اتفاضل ويطلب واجب مني السرعة افاضلة كمان مرة يجيني من العجلة طب لو اساعد في مساء يديني العجلة ويبطل مني ايه السرعة? اعمل ايه? بتقول بعمل تكامل. طيب العجلة ايه دهالي شكلها ازاي? لما يدهالك العجلة يعني مقدار سابت? لما يدهالك دلة في الزمن? لما يدهالك العجلة دلة في الاكس? لما يدهالك دلة في مين في السرعة? طيب العزوين اعرف كل حلقة بنعمل فيها ايه? قالك لما يكون كونستانت ليه ما اعمل ويجيب القوانين بتعطي الحركة لو اعوض عمو تعوض ايه مباشر? زي ما انت عاوز. ان ال V بتساوي V نوت زائد وال V سكوير بتساوي V نوت سكوير زائد كنين ايه في الاكس. والاكس بتساوي V نوت تي زائد نص اي تي سكوير. دي مشكلة. طيب. ال اي دلة في التي. اعمل فيها ايه? قالك باش مهندس بيستخدم على طول دي في على دي تي. لو اديه لك العاجلة يدلة في مين في الزم. طيب لو اديه لي دلة في الاكس اعمل ايه? قالك باستخدم V DV با ايه? دي اكس. طيب لو اديه لي دلة في السرعة استخدم انحية دي ولا دي? قالك لابتستخدم DV على لو طلب منك السرعة عند زمان معين. ونستخدم فيديو في على دي اكس لو طالب منك السرعة عند مسافة معينة طيب طيب هناخد مساءة بقى على الاشكال دية على كل حالة من الحالات دي غالبا ونشوف الزبنة منحلية طيب لو بصنا كده عندك في الكتاب هتلاقي مثلا اا في كتاب مثال مثلا رقم خمسة اا رقم سبعة بيقولك ايه مثال رقم سبعة عندك في الكتاب بيقولك ايه تتحرك نقطة مادية في خط مستقيم بحيث احدد علاقتها اا عجلتها بالعلاقة القتية ان بالسو更 خمسة في طيب ديلي علاقة بتاعت العجلة والفيها مقدار السرعة فاذا عن ما ديها بدقت حركاتها من الثقون يعني بدعت حركاتها من السكون آآ سوري بدقت حركاتها بسرعة بالسو وعشرين قال لك بدقت يعني دة زمان بزيره والسرع بالسو وعشرين يبقى دة السرعة الابتدائية قال لك الاكس ما قال ليش يبقى كلها بايه بزيرο طيب كويس اول. ايه بقى المطلوب منك? اوجدت سراعتها بعد قطع مسافة المقدرة اتنين متر. عاوز السراعة اما يكون الاكس عندك بتساوي اتنين متر. ده مجهول الاول. طيب مجهول التاني عاوز الزمن اوجد الزمن اللازم لقطعة زي ايه المسافة اما يكون اكس برضو كام بيعش ايه باتنين ايه? متر. طيب دول المجاهيل. اي مسألة عندي بتتكون من تلات حاجات. يديني الالوكب تحت العجلة ويديني الشروط الابتدائية ويديني مين? المطلوب. طيب قدريني عندي اهل حاجاته. احل الزاج. اديني الايه دلة في مين? في الزمن. طيب تقول لي باش مهندس تفتعل. لو ايه عندك ده صورة ادلة في السرعة. اعمل فيها ايه? طيب ايه تقول لي قدل ايه بالساوي سالب خمسة في. طيب ايه المطلوب عندك? عاوز السرعة عند مسافة ولا عند الزمن? قال لك عند مسافة عند اكس. طب انا اجيبها ازاي? تقول لها الشيل دي واحد طبق انا في دي في على دي اكس. بالساوي سالب خمسة في. هعمل فصل متغيرات. قبل ما اعمل فصل متغيرات هلاقي ان الفيديو قررت مع مين الفيديو? وهضرب الناحية التانية في الدي اكس بقى سالب خمسة دي اكس. واعمل علامة ايه? تكامل. كده اسمها فصل متغيرات. اللي في الاكس في طرف واللي في ايه? في طرف. طب كويس جدا اوي. كامل اطلع الفي بالساوي سالب خمسة اكس بلاس سي واحد. السابت لو انا اجيب من ايه السابت? تقول لي مشروط ابتدائية. كانت الفي عندك بالساوي عشين اما كانت الاكس بكام? بزيرو. اعوق كده اكتب اكس بالساوي زيرو. اما كان الفي بساوي كام عشرين. عاوض. يبقى عشرين بساوي زيرو زائد سي واحد. يبقى سي واحد بكام بعشرين. اعوض عنها فين? فوق. يبقى الفي بساوي سالب خمسة اكس بلاس كام عشرين. يبقى كده جبت ايه? السرعة كدلها في الاكس. او اعاوز منك سرعة ما تكون اكس بكام بكنين. تقول للفي اما تكون اكس بالساوي اتنين عوض عنها. سالي بخمسة في اتنين زائد عشرين يطلع بكام بعشر. حلو اوي. طب دي شكل السرعة عند اي لحزة صح? قال لك اه. قال لك اعاوز منك الزمن مع الاكس. طب اجيب الزمن مع الاكس. تقول لي مش انت عندك الفي بالساوي سالي بخمسة اكس بلاس عشرين. اشيل اللي فيو حط بكانها على دي تي. يطلع سالي بخمسة اكس بلاس كام عشرين. تعمل حاجة اسمها فصل ايه? متغيرات. اللي في الاكس. اجيبوا ان الحياة دي مقسوم. المضروب وادي مقسوم. والمقسوم وادي ايه? مضروب. يطلع على عشرين مقس خمسة اكس. بتساوي وتعمل هنا علامة ايه? تكامل. طب اعمل ازاي باش مهندس التكامل. تقول لي عندك المقام هو التفاضل بتاعه كام? سالي بخمسة. بقى البس تفاضل المقام بس تدرف سالي بخمسة وتقسم عليك سالي بخمسة. يطلع سالب لن المقام. يبقى سالب لن عشرين ناقص خمسة ايه? اكس بساوي ايه? تي زائد سي ايه? اتنين. اجيب منين سي اتنين تقول لي باش مهندس انت عندك هاتي بساوي زيرو كانت ماتي بزيرو. تي تقول لي تعالي انا عوض نطلع قيمة مين تي تقول لي بقى سالب خمسة لن عشرين ناقص زيرو بتساوي تي اه بتساوي زائد سي اتنين. ومن هنا هطلع قيمة مين سي اتنين. وعاوض بقى فين فوق يبقى يطلع معك العلاقة الاخيرة. التي بتساوي اه واحد على خمسة لن عشرين ناقص واحد على خمسة لن عشرين ناقص خمسة اكس. هو عاوض منك التي عندما يكون اكس بكام بكنين عوض هنا واحط الاكس بكام بكنين واطلع قيمة التين. كده خلصنا اول مساء. طيب تيجي بقى نيجي بالمسال تاني نشوف ساعات في بعض الامسال كانت مديني علاقة شكل لعلاقة بتاعة العجلة. طب بالوقتي في بعض الامسال مدينيش شكل لعلاقة العجلة ولكن استنتجها عن طريق استخدام قانون مين نيوتن. يعني استخدام قانون نيوتن. انت عارف باش مهندس ان صمشن اف بيساوي ام في الاي. يعني انو عندك بيدي الجسم تأثر للمجموع من الكوة بتقول لي مجموع كوة بيساوي كتلة في مين في العجلة. او من هنا اقطع لطلع قيمة العجلة. بس على شرط لازم يديني شكل الكوة اللي بتأثر على مين? عالجسم. زي مساء رقم تسعة. بيقول لك ايه مساء رقم تسعة? بيقول لك ابش مهندس عندك يتحرك قالب صغير كتلته اربعين كيلو جرام. يبقى الماس بالساوي اربعين كيلو جرام. حلو. في نهر. في نهر بتحرك قاربة هون. ابش مهندس في نهر. حلو او الكلام ده. تتناسب سرعته تبقى اه تتناسب اه في نهر مقاومته تتناسب مع سرعته. انت عندك لو الجسم ماشي كده. عندك ليه مقاومة بتقصر عليه عكس الاتجاه اسمها ار. ولتكن سميها ار. قال لك الار دي بتتناسب مع السرعة. تبقى اللقاء الاتية. بتساوي نيو في الجي في مين في الفي يبقى داك الار دالة في مين في السرعة. حلو او الكلام ده. وكانت نيو ومديك النيو بتساوي او بوينت اي سري اي ا اناين سري كيلو جرام. بلقيه في السكن. طيب اذا كانت سرعتهYUبتدادية بتساوي كام ييك الشروط اهو اذا كانت سرعةleri البتدائية بتساوي نص الفي نوت بتساوي نص يبقى قائuldade التب كان بزيرو. حلو. اوجدات زمن ومسافة عاود منك الزمن وعاود منك المسافة. اما تصبح سرعته سرعة البتدائية يعني ما تكون الفيب كان بربعة. نص السرعة البتدائية يكون وبربعة ايه لك كده برضو في المسال. طيب ايه لك حاجة على اكس? لأ احطها بايه? بزيرو. طيب. المشكلة الوقت عندي حاجتين. نقص اجيب الحالة التالتة لها شكل العلاقة بتاعت مين العجلة? بطي تقول لها باش مهندس اجيبها من قانون نيوتين. بتعرف مجمعك هو بتساوي ام في الايه. ايه الكل بتقص على الجسم اللي هتقول لها باش مهندس الوزن التحت ام جي ورد الفعل بتاعت المية فوق اسميها مسلا ايه? اف بي قوة الدفع. المية القارب. طيب تقول لها انا هاخد الحركة في الاكس. هدرس الحركة فين في الاكس? طبق قانون نيوتين. ايه كله بتأثر في الاكس? ما فيش حاجة هنا في اتجاه الموجب. بسه في اتجاه السالب? سالب ار بتساوي ام في مين? في ايه? طيب ويطلع ان الايه بتساوي سالب ار اللي هي بتساوي ايه بقى مش مهندس في جي في في على مين على ام? ايه راك ما سمي ده كله بسابة اسمه كي واجيبه واقول كي بتساوي نيوم وفي الجي على ام وحسبها بالقلب رحتش. يبقى الايه بتساوي سالب? كيف الفي? يبقى دي العلاقة اللي انا جيتها. ده الجزء الاول اهو وده التاني. وده ايه الجزء التالي. حلوة او كده. طيب ادك الايه دلة في مين? في العجلة. دلة في السرعة صراح. يبقى العجلة بالساوي سالب كيف الفي. طب ايه المطلوبة? عاوز منك تي اما اكون عاوز الزمن ليه علاقة بالسرعة. وعاوز اكس ليه علاقة بالسرعة. تقول لي ده باش ما هنشعوه الزمن عند السرعة يبقى اجيب علاقة بتاعك مين زمن والسرعة تقول لي شيء اللي ده هتبقى انا دي في على دي تي. بتطلع بكام سالب كي في الفي. تقول لي هنالفاصل المتغيرات ده هضربوا الناحية دي. يبقى يطلع دي في وهجيبش ده في ده اجيبوا انها حتى انا بعكس الاشارة. يطلع آآ سوري بقى لو. يطلع واحد على في في سالب كي دي تي واعمل ايه? تكامل ده هيطلع بلن الفي. وده سالب كي تي زائد سي واحد. اجيب مني السي واحد تقول لي بشطر بدايكات الفي بتساوي نص. اما كانت التي بالساوي زيرو. هطلع هنا السي واحد بيساوي لن النص. اعطوا لو عوضت المسألة فوق. يبقى يطلع لن الفي بتساوي سالب كي في تي زائد لن مين النص. سوري انا ايسف. طيب كي طلعت ايه? الفي. آآ عاوز اطلع الزمن لما يكون الفي بربح دي تقول لما يكون الفي بكام بربح. اعوض فين? في المعدل اللي فوق. طبعا انا عاوض يبقى لنه الربح. مقس لنه النص. بيساوي سالب كي في التي وانا اطلع اقيمة مين. التي يقسم على السالب كي ودائما الزمن هيطلع بالايه? بالموجب. طب انا دلوقتي يا بش مهنجس عاوز اجيب الايه? الاكس عند السرعة اللي هو عاوز عليها مش انت عندك الايه بيساوي سالب كي في الفي. حلو اهو الكلام ده. تقول لبص كده بتساوى كده. طب انتش عاوز اجيب علاقة. عاوز اجيب وكام اما كون الفي بساوي ربح. ابقى عاوز علاقة بالبي والمين والاحس تعال من عوع. تقول لاش يدي الفي دي في على مين دي اكس بساوي سالب كي في الفي. الفصل المتغيرات تقول lengه بقي في بالساوي سالب كي في دي اكس وعملت تكامل هيطلع ان ال vi بيساوي سالب اتنين او سي تلاتة. دي طول انت عارف ان ال vi كانت بيساوي نص اما كانت ال اكس بكان بزيرو. عوض. هيطلع ال si اتنين بيساوي نص. يبقى ال vi عند اي لحظة عاوض بها فوق. هيساوي نص نقص الكي في الاكس. اعوض هنا عن قيمة ان ال vi بربع. يبقى تقول لي ربع بساوي نص ناقص الكي في الاكس وطلع قيمة مين الاكس. كده خلصنا من سال رقم كام تسعة. طيب هنيجي كده عرفنا كده قصة علاقة السرعة بمين بالعجلة. في عندك مسلا زي من سال رقم عشرة. نقول فكرته العلاقة بتاعته ونحنا نكمل بعيكها في الاخر يعني. طيب قال لك سقط جسم كتلته ام. عندك جسم كتلته ام سقط يعني هذا اللي تحت. يبقى الواق ماشي. نسيبك قصة الكوبة بعملك شكل هائي. نازل اللي تحت. قال لك من ارتفاع اتش. يعني هو موجود هنا على سطح هنا الارتفاعه كام اتش. من فوق سطح الارض. يعني اتفاع اتش من فوق سطح الارض. فاذا كانت مقاومة الهواء له عند اي موضع تتناسب مع سرعة الجسيم عند هذا الموضع. قال لك المقاومة بتاعت الهواء الارض تتناسب مع مربع السرعة. حلوة بالسويسي في تربيع. اوج السرعة التي يصل بها الجسم السطح من الارض. عاوز ان منوصل هنا عند النقطة مستيجي صادم الارض يبقى سرعته بكاية. هنا مديني شكل عجلة? اتقلت لأ. بس هنا مديني ايه? حبة حاجات اولة. انا انا محتاجة اجيبي التلات حاجات بتوعية. مديني الجسم ساقطه ومديني الكل اللي بتأثر عليه. مش تيجي تقول لي يا باش مهندس الجسم نزل تحت بم جي. وكل بتقابله عكس اللي هي مين? الار. يبقى قادرة اجيب علاقة العجلة تقول لي اصميش الاف بيتساوي ام في مين في الاي? يبقى هنا تقول لي ام في الاي? بيتساوي. بيتساوي يا باش مهندس بيتساوي اتجاه الحركة التحت بالموجب. يبقى بيتساوي ام جي ناقص الار. يبقى الاي بتساوي جي هقسم على ار صح? هقسم على الاي سوري. يبقى سيف تربيع على ام. ايه راك ما سمي دول تسابط مع اسمه كي? يبقى جي ناقص الكي في الفي تربيع. ده اللي طالع تدله في مين? في السرعة. ناقص حاجتيه. المطلوب والايه? المطلوب مني في المسألة. ناقص هجيب من المطلوب. واجيب من الانيش الكنديشن. الشرطة الاتدائية. قال لك سقط الجسم. ايه رايك ما اعتبر الجسم هنا بشي هو? سقط من هنا. عند اللحظة كانت التيب زيرو. وهبدأ احسب الاكس من كده اقول الاكس عندك بزيرو. قال لك نسب بسرعة ما اقول لكش هعتبر سكوت حر يبقى كانت السرعة بكام. بزيرو. يبقى دي الشروب بتاعتك. كانت التيب زيرو. والفي بزيرو. والاكس بايه? بزيرو. طيب. ايه تاني المطلوب. قال لك اوجد السرعة عاوز الاكس. عاوز تي. عاوز سوري الفي. اما يكون الاكس بتاعتك هنا وصلت لكلم لاتش. ادي ايه كلمة الفي. خلاص بقى ابدأ اعمل تكامل. هشيل ايه? وحط بكانها في دي في على دي اكس. واعمل فصل متغيرات وكامل الشكل اللي معاه. طيب. واطلع وعوض بالقيم دي. واطلع الايه? القيمة. طيب. في انواع مسائل هنا. كده اخدنا الجسم تحت اثير قوة الجاذبية. في الوقت هنجلس الاكسام خارج مجال الجاذبية. كم يجي اقول لك كده زمان اما يكون عندك كتلة الجسم اما كتلة اي كوكب اي كوكب اي كتلة كوكب تاني ام تانية. في بينهم كوة جذب. في بينهم كوة ايه? جذب. الاف عندك دي كنت بتسوي ايه? الجي سابت الجذب العام في كتلة الاول في كتلة التاني في مربع المسافة بين مركز الكتلتين اللي هو اسميه مسلا هنا ايه اكس يبقى على اكس تربيع. ده كميوم الجاذب العام. طب ليه ما استخدمتش تأسير الجسم ده على الجسم ده ام جي زي ما كنا بنعمل قبل كده. قال لك لو الجسم ده قريب من مجال الجاذبية. الجاذبية فبعتبر الكتلة بتاعته ام جي او الكوة بتاعته اللي بتأثر هو وزن الجسم. لو خارج مجال الجاذبية او بعيد عن مجال الجاذبية بعتبره ام في ام ايه? اه بعتبره يقضى على قانون الجاذب ايه? العام. يعني مثال كده انا هتطلق الجسم كده في سطح الارض كده. مش نص كطل الارض عبارة عن ار. عاوز اعرف الكل بتأثر بها تقول لي اف بتساوي. جي في الام كابتل في الام سمول على مربع مين الار. مش ما استخدم بينهم تقريبا الار تربيع. طيب ده كده مش ده عندك كان بيساوي وزن الجسم ام جي. لو جسم ما موجود على سطح الارض بيتأثر بكوة سمع ايه? وزنه بس. فدي تقول لي ام سمول طيب مع ام سمول يبقى الجي بيتساوي ايه? جي كابتل في ام كابتل على الار ايه? تربيع قطلة الارض. يبقى ممكن اطلع من دي علاقة ان الجي في الار تربيع بتساوي الجي كابتل في الام كابتل. طب لو ده جسم بدرسه تحت مجال الجاذبية. طب لو خارج مجال الجاذبية وطبق القانون ده. طب اعمل لها باش مهندس دلوقتي. قال لك ممكن بقى تنستنتج العلاقة بتاعتنا الاف بتساوي ايه اشيل جي ام كابتل دي وحط بقى كانها جي ار تربيع الجسم لو داخل مجال الجاذبية لو الجسم في بينهم قوة جاذب او قوة ايه? قال لك لو قوة جاذب تبقى بالسالب. تبقى دي اسمها قوة ايه? جاذب. طب لو قوة طارد تبقى بالايه? بالموجب. جي ار تربيع على اكس تربيع في مين? في الام. طيب. تعالنا افترض ان عندنا هنا فيه مسال كان عندك في الكتاب. بيقول لك ايه في المسال عندك في الكتاب? نستنتج الجزء ونكملوا الجزء الثاني لما يكون الجسم ساقط من داخل مجال الجذبية وخارج مجال الجذبية كزفا جوثين من سطح الأرض بسرعة كاد تكفي لهروبه من الجذبية الأرضية فإثبت في أنه يرتفع إلى مسافة تساوي نص قطر الأرض وفي زمن قدره كذا قال لك عندك كده ده سطح الكرة الأرضية طبعا مركزه هنا عبارة عن قرش قضفت جسمه هنا من فوق سطح الأرض بسرعة اسمها سرعة الهروب من الجذبية ده سرعة الهروب من الجذبية قال لك إثبت أنه سيطلع مسافة هنا تانية مسافة دي اللي هيطلعها لأدى نص قطر الأرض اللي هو R بيكون مهندس بيساوي القيمة بتاعت الزمن يكون خلال الزمن بيساوي 2 على 3 جذر G على 2 2 R في 2 جذر 2 ناقص واحد فترة اللي خالح تقول لها تقول لك ده ما أطبقش إن الجسم نزع كرة أرضية قدقي بمي كوانين يودن صاب مش هنف بيساوي امي فيه وعمل قال لك لا لو الجسم اترافع فوق سطح الأرض بقيمة أقل بكتير زي المسال اللي فات قال لك فوق سطح الأرض بإكش يعني لو مئة متر مئة متن متر عادي ده يقضع لقانون الجذبية أما هنا بقول لك هنا ايه بنص القطر أو مسافة بعيدة كبيرة يبقى ده بيقضع لقانون الجذب العامي علاقة قتلتين ببعض كبار طيب تي تقول لها باش مهندس انت عندك الف دي مش قوة هنا عندك ده الارض بتقصع ليه بقوة الجذب يعني بالسالب سالب جي R تربيع في مين في ام على ايه اكس تربيع مش ده عندك باش مهندس بيتساوي ام في الايه تيجي تقول لي ام في الايه بيتساوي سالب جي R تربيع في ام على اكس سكوير الام طارت مع الام يبقى الايه بتساوي سالب جي R تربيع على الاكس سكوير يبقى العجلة دلة في مين في المسافة طب لو عجلة دلة في المسافة تعملها باش مهندس بيتشيل ايه واحد تبقى كانها VDV على مين دي اكس. يبقى سالب جي ار تاري بي على الاكس 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 تاري بي على الاك كامل كده باش مهندس هيطلع في سكوير بيتساوي كامل ده هتزاود على البقار واحد يبقى سالب واحد يتقسم مع السالب اللي برة هيطلع اتنين جي ارتر بي على اكس زائد سي واحد طيب قال لك الشروط ده هي كان الجسم ماشي بسرعة اسمها في ايه في نوت لها سرعة الهروب من الجاذبية اما كانت تي بتساوي زيرو والاكس هنا كان لسه الجسم يطلع مسافة هنا كام انا بقيس الاكس من مركز الارض كان مسافة هنا كام اكس هنا كان بتساوي ارش من مركز الارض يبقى تقول لك كان الاكس بتساوي ار اما كانت الفي بتساوي في ايه نوت طب عوض هيطلع الفي نوت لسرعة الهروب من الجاذبية بتساوي اتنين جي في ارتر بي على ار زائد السي واحد ومن هنا اطلع عقيمة مين السي واحد هيساوي كامل باش مهندس على نشوفها كده يبقى السي واحد هتساوي معاك في اه سي واحد هتساوي اه في نوت سكوير نقص اتنين جي ار كده طب عقيمة مين السي واحد تي تولي تعالي نعوض كده باش مهندس بقيمة كده في اللقب تحت الصرعة يطلع الفي سكوير بتساوي اتنين جي في ار تربية على اكس بلس في نوت تربية نقص اتنين جي ار الوقت انا عاوض اجي في قيمة الفي نوت بكامحة وقال لك عاوض سرعة الهروب من الجاذبية كانت بكامحة عشان اضمن ان الجسم خارج مجال الجاذبية اتأكد منين قال لي يا اباش مهندس اما الاكس بتاعته تصل الى تروح لبانها ايه كانت السرعة بتاعته وصلت ايه بزيرو شو كل ما يطلع اي جسم كل ما يطلع سرعةه تقلت ايه تقلت ايه تقلت ايه تقلت ممكن يكون لسه مداخل مجالة جاذبية وسرعة توصل زيرو عشان اتأكد ان هو خارج مجالة جاذبية لازم يكون الاكس بتاعته اكبر ما يسافها ممكنة خدها انفينيتي يعني عدد كبير كنت سرعةه وصلت لايه لزيرو طب تعالى انطبق الكلام ده عشان اطلع كمية الفي نوت عاوض عن ايه اكس بامفينيتي هيطلع ايه والفي باي بزيرو يبقى زيرو بتساوي اكمين جي ار تهربية على امفينيتي زائد في نوت سكوير نقص اتنين جي ار يبقى الجزء اتطر مع الجزء ده يبقى البي يبقى البي سكوير بتساوي اتنين جي ار سكوير على اكس. ده تربيع. طيب تي تقول لها باش مهنس انت عاوز تجيب قيمة مين البي هجيبها ازاي? الواحدة هتقول لها اخذ جزر الكلام ده. يبقى البي بتساوي. جزر الكلام ده يبقى يطلع جزر اتنين جي ار تربيع على جزر مين اكس. حلو. انت عاوز بقى تجيب التيمة علاقة مع الاكس. هتجي تقول اتنين جي ار تربيع في واحد على جزر ايه اكس. تعمل فصل ايه? متغيرات. طيب تعالا نعمل هنا فصل ايه? متغيرات. شو الجزء ايه دي? تقول لبصة باش مهندس انت عندك ان دي اكس مضروف في جزر اكس بتساوي جزر اتنين جي ار تربيع في دي ايه تي. مش ده كده معناه اعمل تكامل اكس باور نص دي اكس بتساوي جزر اتنين جي ار تربيع في تكامل دي تي. حلو اول كلام ده. هيطلع هنا اكس باور تلاتة على كام على الاتنين على تلاتة في كام في اتنين. بتساوي كام جزر اتنين جي ار تربيع تي بلوس سي اتنين تي تقول لها باش معن بش اندك هتعندك عمال ايكس كذب تساوي اه اه تي بيتساوي زير مش او طريك دي ليجبان قبل كده تقول لها انا نعوض يبقى اتنين على تلاتة اربع وار تلاتة على اتنين بيتساوي جاز الكنين تربيع في التي ايه كان نعوض عنه بايه بزيرو زائد سي اتنين يبقى تطلع بخيمة دي. يبقى من العلاقة عندك يبقى جزر اتنين جي ار تربية في التي بتساوي اتنين على تلاتة في اكس ثلاثة على اتنين ناقص اتنين على تلاتة في اوار باور تلاتة على كام اتنين. يبقى تيه تقول لها باش مهندس ايه را ناخد هنا اه اتنين على تلاتة عمل مشترك وعوض وعوض اتنين ايه ايه ار بشتلع ار في وسط الارض وانا بيس اكس من السنتر يبقى ار وار يطلع اتنين ايه ار يبقى عوض هنا هيطلع اتنين اي تي جزر اتنين جي ار تربية في التي بتساوي اتنين على تلاتة في اتنين ار كله باور تلاتة على ايه على الكنين ناقص اربعة وار تلاتة على ايه على الكنين ما ناخد اربعة وارتاتة على الكنعم المشترك يبقى هيطلع جزر اتنين جي ار تربية في التي بتساوي اتنين على تلاتة في اربعة وارتاتة على الكنين وافتح بش ده هيطلع اتنين باورتها على اتنين يعني اتنين جزر اتنين ناقص الواحد واقسم ده على ده هيطلع عن تي بشتسوي الشكل النهائي كم كنا عيدين عليه اتنين على تلاتة جزر جي على اتنين ار في كاما باش مهندس في اتنين جزر اتنين ناقص ايه واحد وده المطلوب ايه اسباته. كده بخلصنا السكشن او السكشن الاولاني لاول ايه شطر